الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قراءة في كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله باب في زكاة بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى التنمان لك من على خير خلق الله وعلي وصحبه ومن ولا بهيمة الأنعام كما جاء ذكرها في سورة الأنعام وهي سميت بذلك لأنها تكلمت عن بهيمة الأنعام في أواخر في أواخر السورة وهي الإبل والبقر والضأن والمعز هذه بهيمة بهيمة الأنعام فالآن يتكلم المصنف هنا عن الزكاة كيف تكون في هذه الأربعة الأنواع في هذه الأربعة الأنواع نعم اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بل هي في طليعة الأموال الزكوية فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الغنم وفيها الضأن والمعز فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الحديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها وبعث السعات السعات لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وبعث وبعث السعات كيف مضبوطة وبعث السعات ولا وبعث السعات أيها مفعول به أيها بعث فعل ماضي والسعات مفعول بنعاه وبعث السعات لجبايتها وبعث النبي السعات لجبايتها عليه الصلاة والسلام الله وسلم أحسن الله إليك شيخ وبعث السعات حديث كان يقول وإياك وكرائم أموالهم يعني ما تروح تأخذ أفضل بهيم عنده لا خذ من أوسطها لا خسيسها ولا كريمها خذ من الوسط نعم أحسن الله إليك شيخ وبعث السعات لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين الشرط الأول أن تتخذ لدر ونسل لا للعمل لأنها حيث تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة الشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية إذن من لديه بهيمة أنعام ليس لغرض الدر والنسل إنما لاستعماله الشخصي هذه لا زكاة فيها فيها الأمر الثاني أن تكون سائمة ما معنى سائمة يعني ترعى ترعى الكلة طيب ولذلك قال ربنا عز وجل فيه تسيمون يعني ترعون ترعون بهائمكم ومن كانت له بهائم لكن ليست سائمة كل الحول هذه لا زكاة فيها لكن يقول طبعا أتخذها للدر والنسل يقول إن فيها الزكاة من هذا من هذا الوجه عليكم السلام نعم الشرط الثاني أن تكون سائمة أي رعية لقوله صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون رواه أحمد وأبو داود والنسائي والسوم الرعي فلا تجب الزكاة في دواب تعلف تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره طيب لو أنا عندي البهيمة الأنعام ترعى أغلى بالحول لكن في فترة أعلفها إذا ناتي تسميش العبرة بالغالب تسميش سائمة ففيها الزكاة والعكس بالعكس لو كانت تعلف أغلب الحول إلا ترعف نخذنا الزكاة فيها نعم أولا زكاة الإبل وإذا توفرت الشروط واجب في كل خمس من الإبل شاه وفي العشر شاتان وفي خمس تحفظ هذه الأشياء تحفظ يعني إنسان عنده الآن وضح كما قلنا في زكاة عروض التجارة بلوغ النصاب وحوالان الحول النصاب خمس سنة والثمانين قرام من الذهب أو خمسمائة وخمس سنة وتسعين قرام من الفضة وأن يمر عليها الحول الهجري في زكاة بهمة الأنعام أن ترعى أن تكون سائمة وأن تتخذ للدر والنسل فإن توفر هذان الشرطان ففيها ماذا ففيها الزكاة فنأتي الآن للإبل كيف يكون الأمر كذلك بالعدد تحفظ هذه الأعداد ولذلك لما قيل لعلي هل اختصكم النبي بشيء دون الأمة رد على الرافض قال لا إلا ما في هذه الورقة أيش فيها فيها أسنان الإبل فيها أسنان الإبل إن لما تبلغ كذا فيها الزكاة لما تبلغ كذا فيها أن تذبح وتنحر بس ما في إلا هذه الأشياء والديات والقصاص إلى غير ذلك والموارث ما في شيء خصن به دون الأمة وهذا رد على الرافض اللي يقول أنهم خصوا بما لم يختص به ماذا الأمة نعم وفي العشر شاتان وفي خمسة أشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه كما دل على ذلك السنة والإجماع فإذا بلغت خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة ودخل في الثانية عندنا بنت مخاض وعندنا بنت لمؤون وعندنا حقة فالآن بنت المخاض اللي هي تمت السنة ودخلت في السنة ليش إذن لما كن عندي خمسة من الإبل أطلع فيها شا عشرة شاتان خمسة عشر ثلاث شياه عشرين كم أربع شياه خمسة وعشرين أطلع ناقة بنت لبون يعني أتمت سنة ودخل في السنة ليش الثانية نعم وسميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت نعم أي حملت وليس كونها ماخضا شرطا وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها هذا ما قال بنت مخاض لأن دخلت سنة ودخلت في السنة الثانية لأن هذه سميت بما يقول لها لأمها يعني التسمية هذه إنما بمآل أمها وليس بمآل التي ستنحر الناقة التي تنحر تخرج زكاة لله عز وجل لأمها قد مخضت يعني تكون حامل تكون حامل وليس شرطا يعني ممكن تكون الناقة تمت سنة ودخلت في السنة الثانية أمها لم تمخض لم تحمل فليس شرطا إنما هذا هو الغالب وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها فإن عدمها أجزأ عنها ابن لبون لحديث أنس فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون رواه أبو داود ويأتي بيان معنى ابن لبون وإذا بلغت الإبل ست وثلاثين ولذلك يقول الشاعر وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صغلة البز للقناعيس وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صغلة البز للقناعيس يقول لك ابن اللبون هذا من صغير الإبل لما تضعه لكي يجر الساقية أو يجر الشيء ما يقدر ليس في قوة البز للقناعيس اللي هي الإبل الكبار وهذا يضرب به المثل دائما في الإنسان الذي يتصدر أو يريد أن يبز في مكان هو ليس أهلا لهذا ليش ليس لهذا المكان وابن اللبون إذا ملز في قرن لم يستطع صغلة البز للقناعيس نعم أحسن الله إليكم شيخ وإذا بلغت الإبل ست وثلاثين وجب فيها بنت لبون لحديث أنس وفيه فإذا بلغت ست وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى وكما دل على ذلك الإجماع وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها وترضع مولودها نعم من اللبون من اللبن نعم إذن بنت مخاض سنة ودخلت في الثانية بنت اللبون سنتان ودخل فين في الثالثة وكذلك ابن اللبون سنتان ودخل فين في الثالثة هذا كل تسمية بحال ومآل أمه نعم فكانت ذات لبن وليس هذا شرطا لكنه تعريف لها بالغالب فإذا بلغت الإبل ستة واربعين وجب فيها حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب شوف يا أخي الدين هذا دين عظيم يعني لا ابن اللبون ولا بنت اللبون ولا ابن المخاض ولا بنت المخاض يحمل عليها إنه ما يتحمل لما يوصل ثلاث سنين داخل في الرابع يبدأ أنه يحمل عليه تقول للرفق بالحيوان هذا هو ولذلك مشكلتنا إنما أوتينا من جهلنا لو نحن نصبر غور ما نحن فيه من الدين وهذه الكنوز يرد على كل هؤلاء الذين يتكلمون عن ما يسمى الرفق بالحيوان الرفق بالحيوان أرصا ما أكمل مئة وخمسين سنة وهذا له ألف وربمئة سنة كلام النبي عليه أرد الصلاة وتم التسليم وزيادة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم فإذا فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جذعة وهي ما تم لها أربع سنين سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع أي يسقط سنها والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة وقد أجمع العلماء على ذلك فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنت لبون إثنتان للحديث الصحيح وفيه فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان للحديث الصحيح الذي جاء فيه فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل طروقة الفحل وللإجماع على ذلك فإذا زاد مجموع الإبل على 120 بواحدة وجب فيها ثلاث بنات لبون لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حق وفي كل 40 بنت لبون ثم يجب على كل 40 بنت لبون وعن كل 50 حق ثانيا زكاة البقر وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع ففي الصحيحين عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها وقد ثبت عن معاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة رواه أحمد والترمذي فيجب فيها إذا بلغ الثلاثين تبيع أو تبيعة فقد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية سمي بذلك لأنه يتبع لأنه يتبع أمه في السرح ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغ مجموع البقر أربعين وجب فيها بقرة مسنة وهي ما تم لها سنتان لحديث معاد قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة رواه الخمسة وصحاحه بن حبان والحاكم فإذا فإذا زاد مجموع البقر على أربعين وجب في كل ثلاثين منها تبيع وفي كل أربعين مسنة والمسنة هي التي قد صار الثنية سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية ثالثا زكاة الغنم الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شات الحديث فإذا بلغ مجموع الغنم أربعين ضعنا أو ما ضعنا كانت أو معزا ففيها شات واحدة وهي جذع ضعن أو ثني معز لحديث سويد بن غفلة سويد بن غفلة أحسن الله لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول مصدق رسول الله يعني الذي يرسله النبي السعى يعني يجمعون الصدقات نعم أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز وهذا يدل على وجوب الأمر رص فيه الوجوب نعم وجدع ما تم له ستة أشهر أحسن الله لك شيخ وجدع الضأن ما تم له ستة أشهر وثني المعز ما تم له سنة نعم وَلَا لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا وفيه فإذا زادت على عشرين ومئة ففيها شاتان فإذا بلغت مئتين وواحدة وجب فيها ثلاث شياه لحديث أبي بكر وفيه فإذا زادت على مئتين ففيها ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فيتقرر في كل مئة شاه ففي أربعمائة أربع شياه وفي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة ست شياه وهكذا ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات وعمر وحتى توفي رضي الله عنه فيه وفي الغنم من أربعين شاتا شاتا إلى عشرين ومئة فإذا زادت شاتا فيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شات رواه الخمسة إلا النسائي ولا تأخذ هرمة ولا معيبة الآن يتكلم عن شروط التي يخرجها صاحب هذه البهائم لله عز وجل فلا تأخذ الهرمة يعني الكبيرة جدا ولا ولا معيبة ولا معيبة يعني ليس فيها عيب أن تكون مكسورة أو أن تكون عمياء إلى غير ذلك نعم ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية ما يجزئ في الأضحية يجزئ فين في الزكاة نعم إلا إذا كانت كل الغنم كذلك نعم ولا تأخذ الحامل ولا الرب التي تربي ولدها ولا طرقة الفحل وهذا لكي يطبق وإياك وكرائم أموال يعني الساعة ما يرح يقول أبغى هذه طرقة الفحل أي معنى طرقة الفحل اللي هو يعني مجهزينها بحيث أن الفحل يطرقها لتخرج نسلا يقول لا يمنعه الشارع من هنا لأن هذا يؤثر في نفس من صاحب هذه الأغنام ولا الحامل ولا التي ترضع ابنها فمن يتأمل في مثل هذه الأمور يلد عجبا في هذا الدين الذي هو يعني سبحان الله يؤدي للتكافل الاجتماعي يهيج الإنسان أن يخرج الله عز وجل ويرضى الفقير ويصبح تراح ما في حسد بين الغني وينش الفقير لأنه يرى أن هذا الغني له عليه فضل من فضل الله بهذا الصدق فلا يحدث مثل هذا التناحر ولا أحد يذهب ليصطو على أغنام آخر أو يسرق لأنه ستأتيه نعم أحسن الله إليكم أي التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا لحديث أبي بكر في الصحيح قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوال ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني لا تذهبوا إلى أخس أموالكم تخرجوها لله عز وجل نعم وقال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره نعم يعني لم يسألكم كرائم الأموال ولم يسألكم خسيسها خير الأمور الوسط نعم ولا تأخذ كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها ولا تأخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم متفق عليه والمأخوذ في الصدقات العدل كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن من وسط أموالكم وتأخذ المريضة من نصاب كله مراض نعم هذا باب العدل لو كان كل الأغنام مريضة تأخذ منهم نعم لأن الزكاة وجبت للمواساة وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به من قول إلا تأتي لنا بالصحيح يقول هذا الذي عندي والأصل في الزكاة المواساة فيأخذ من هذه البهائم نعم وتأخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه هذا على اختيار وليس على الإجبار إذا أراد أن يخرج أفضل ما عنده وأكثر من المطلوب فهذا اختيار وليس إجبار نعم فهو أفضل وأكثر أجر وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه ثم يقوم صغارا كذلك ثم يؤخذ بالقسط وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا عشرين وقيمته إذا كان صغارا مراضا عشرة فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا يعني خمسة عشر أي ما يساوي خمسة عشر ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر والخلطة نوعان يعني يكون البهاء دي شركة ليست خالصة لزيد لا زيد وعمر وعلي مشتركون في هذه البهاء نعم يعني الزربة هذي كله مشتركين في أكثر من إيش من واحد نعم النوع الأول خلطة أعيان بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه النوع الثاني خلطة أوصاف بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط الأول أن يكون المجموع نصابا فإذا نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء يعني لو أن زيدان له بهائم مع عمر وبمجموعهما أقل من النصاب فهذا لا زكاة فيه بمجموعهما بلغ النصاب يكون فيها الزكاة نعم والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان ما لكل واحد ناقصا عن النصاب نعم الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه نعم لو أن المختلطان ليس مسلمين أحدهما مسلم والآخر كافر فهنا عند وجوب الزكاة كل على حذاء كل على حذاء فيأتي المسلم يقول لما أبلغ النصاب يقول لا زكاة فيها نعم الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت في المراح يعني الزربة يبيتون في مكان واحد نعم وهو المبيت والمأوى ويشتركا في المسرح يعني يسرحان معا يعني يسعيان معا ويأكلان ويأكلان من كلاء معا نعم وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرأة واشتركا في المحلب نعم وهو الذي يحلبان فيه نعم وهو موضع الحلب فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة وأن يشتركا في فحل بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل بل لا بد أن يطرقها فحل واحد وأن يشتركا في مرأة بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد فإن اختلف المرأة فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كان له مال واحد عند الزكاة نعم صار المالان المختلطان كالمال الواحد لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وهذه قاعدة في هذا الباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع نعم خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنه يعني لا داعي للحيل هنا لما يتوقف الصدقة يقول لك خلاص دحين المصدق جاي الساعي جاي يلا شيل بهيمك بعيد وهما كان طول الحول لأنهم معا لا لا يفرق بين مجتمعين ولا يجمع متفرقين خشية 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 الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وحسنه الترمذي فلو كان لإنسان شات ولآخر تسع وثلاثون أو كان لأربعين رجلا أربعون شاتا لكل واحد شات واشترك حول كتام مع توفر الشروط التي ذكرنا فعليهم شات واحدة على حسب ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة على صاحب الشات ربع عشر ربع عشر شات وضحت المسألة هذه لو أن أربعين رجلا كل واحد له شاة ويشتركون في المرعى وفي المراح وفي المحلة وفي كل شي وقت الزكاة يطلع كلهم يشتركون في إخراج شاة واحد كل واحد له واحد على أربعين من قيمتها طيب لو أن رجل عنده تسعة وتلاتين واحد عنده واحد وأيضا يصرحان معا والمراح واحد أيضا لهم شاة واحدة أبو تسعة وتلاتين حيطلع تسعة وتلاتين جزء من الأربعين وأبو شاة واحد يطلع جزء من أربعين إيش جزءا نعم عدل ولذلك يقول لك الدين هذا يقول لك العدل ولا المساواة نقول لا الدين دين إيش العدل والعدل أبلغ من المساواة أضرب لكم مثال أنتم شايفين الآن هذا الحائط هذا الحائط طيب تحت الحائط إيش موجود كرسي صح ها لو جاء ابننا هذا وقف على هذا الكرسي يراه الناس صحيح ولو جاء إنسان طويل وقف بدون كرسي فإنهم ماذا يتساويان لكن هل بينهم عدل رأيتم فلذلك العدل يقول لك المساواة بين الجنسين يقول لا العدل بين الجنسين لذلك الدين نزل بيش اعدلوا ما قال تساووا اعدلوا وضح المثال هذا فهذا جاء وركب هذا الصغير على هذا الكرسي وهذا طويل فالتقى يا جميع من الجهة الأخرى فرأهم الناس أنهما متساويا وأنهما لكن في حقيقة أن هذا ظالم هذا ركب على كرسي فنقول الدين يا أخوان دين عدل والعدل أبلغ من أبلغ من المساواة فكل عدل وليس كل مساواة عدل نعم حسن الله وليك شاه وعلى يكون على صاحب الشات ربع عشر شات وعلى صاحب التسع وثلاثين التسع وثلاثين بقيها وفي المثال الثاني على كل واحد من الأربعين ربع عشر شاه الشاه ربع عشر عارفين إيش ربع عشر آدي ربع وآدي عشر يعني واحد على أربعين هذه معنى ربع إيش ربع عشر عشر في أربع بأربعين واحد في واحد واحد على أربعين يعني جزء من أربعين إيش هذا معنى ربع عشر نعم ولو كان لثلاثمائة لثلاثمائة ثلاثمائة وعشرون لكل واحد أربعون فعلى الجميع شات واحدة أثلاثا وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر صار لكل منهما حكمه ولا تعلق له بالآخر يعني لو أن رجلا عنده نقول مئة وعشرين شاتا لكن تسعة وثلاثين في الليث وتسعة وثلاثين في مكة وتسعة وثلاثين في جدة نقول ولا وحدة فيها الزكاة بحب لأن التفرق غير لام أحمد وفي رواية ثانية أنه هو يقول لك يجمع ويطلع لكن قال لك لا التفرق هنا مؤثر عند الياه ميش عند الياه محمد شوفوا عدد الدين كيف سبحانه الله نعم فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه نعم فلا يضم كل قسم إلى الآخر هذا قول الإمام أحمد وغيره يقول لا طالما هو مالكها واحد العبرة بمن؟ بالملك لا بالتفرق والمراح والمرع فيجمع ويطلع الزكاة وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة بسوة عنده فلوس حاضط في البنك الفلاني فلوس وهنا وهنا وما يطلع الزكاة يجمع كله ويطلع ويخرج زكاة هذا الأقرب هذا الأقرب نعم وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد فيضم بعضه إلى بعض في الحكم حتى رجل عنده ذهب وعنده فضة والذهب والفضة ما بلغ النصاب لكن إذا اجتمع بلغ النصاب يقول لك لا تجتمع زي عنده دولار وعنده ريال وعنده دينار وعنده درهم هذه أموال مختلفة صحية لكن كل واحدة ورغت تقول لك لا جميحة كون وطلع وشوف إذا ورغت النصاب تجمع كلها قالوا الأقرب على الفضة آية لأنه أحظ للفقير نعم فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا وهذا هو الراجح والله أعلم نعم صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه السلام آخر دعوانا هذه الحكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر